اخر جزء من اجزاء المدومة على الطاعة طيب انت كلمتنا عن المدومة على الطاعة وثوابها وانها بتثبت الاجر وانها سبب في دخول الجنة وانها سبب من مكفرات الزنوب وانها من افضل الاعمال طب نعمل ايه علشان ندوم على الطاعة اه ايه الاسباب اللي تخلينا ندوم على الطاعة اول حاجة اول حاجة علشان تعمل اي حاجة لازم تعرف انت تستفد منها ايه زي ما احنا قلنا لك فعشان تدوم على الطاعة لابد ان تعرف ثمراتها ومعرفة معرفة صمرة الشيء بتعينك عليه ولذلك في سيدنا في قصة سيدنا موسى والخضر لما سيدنا موسى قال للخضر انا اجعلني اتبعك فقال وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة ازاي هتصبر على حاجة انت مش عارفها ولذلك سيدنا موسى استحمل ثلاث مواقف بس ما استحملش الباقي قال له هذا فراقه بيني وبينك انا هقولك باقي اللي انت مش قادر تستحمله تاني حاجة تعينك على المداومة على الطاعة الخوف من سوء الخاتمة انك تخاف ان ربنا سبحانه وتعالى يقبضك وخاتمتك سيئة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها قيد شبر يعني داخل داخل فيسبق عليه الكتاب الخاتمة بقى فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها لان الخاتمة كانت سيئة والذي نفسي بيده ان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار فجر وفسوق ومعصية والناس تتأفف منه ومش عايزة تشوفه ومش عايزة تعرفه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة في اخر حياته بقى يتوب الى الله ويقوب فيدخلها شفت شفت حسن الخاتمة فالاسباب اللي تعينك على المداومة على الطاعة الخوف من سوء الخاتمة وربنا بيقول وانفقه مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لو لا اخرتني الى اجل قريب فالصدق واكم من الصالحين شفت الحتة دي بقى اللي قاية دي ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها يعني اذا جاء اجل الانسان لن يتأخر اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون وحال العبد دايما ان حريس وخيف من سوء الخاتمة حتى وان كان من الطائعين شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة يعني يعملوا ليعملوهم مخيفين فالسيدة عائشة بتقول لسيدنا رسول الله يا رسول الله يا الاية دي نزلت في الناس اللي بتسرق وتقتل وتنهب وترتش قال يا ابنة الصديق بل نزلت في الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ان لا يقبل الله منهم يعني يبقى عامل طاعة لكنه على وجل يا رب هتقبل مني ولا هتردني معانا مين يا ست مونة